السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو اليوم سوف نشارك معكم أهم معلومات عن الفنان عمر دياب التي لا يعلمها إلا القليل ولد الفنان المصري عمر دياب في 11 تشري الأول عام 1961 في مدينة بورسعيد في مصر درس عمر دياب في كلية الفنون في القاهرة وتخرج منها عام 1986 كانت أولى ألبوماته الغنائية كان في عام 1983 بعنوان يا طريق يعتبر عمر دياب الفنان الأكثر بيعا للأعمال الغنائية في الشرق الأوسط وقد حاز على عدد كبير من الجوائز تزوج الفنان عمر دياب مرتين المرة الأولى من شيرن رضا ورزق بطفلة اسمها نور لكنهما تطلق عام 1992 وتزوج مرة الثانية زينة عاشر وهما معا إلى الآن منذ عام 1994 لديهما أربع أطفال هم عبد الله كينزي كارما وجانا أقام الفنان عمر دياب حفلة في اليونان للراقصة العازبات في عام 2013 ما أدى لتعرضه لموجة من الانتقادات واسعة من طرف محبه تزوج الفنان عمر دياب من دينا الشيربيني زواج عرفي وقد وقع الطلاق بسبب رفضه لتثبيت الزواج لأنه ما زال متزوج من السعودية زينة عاشر والتي يحق للأخير أن تأخذ نصف طروته إذا تزوج الثانية وفقا للقانون الإنجليزي تقدر الطروة الصافية للفنان المصري عمر دياب بـ 45 مليون دولار يعتبر ألبوم نور العين هو السبب انطلاقته الفعلية لعالم الشهرة وقد أصدر عشرات الألبومات خلال مسيرته الفنية ومثل عمر دياب مجموعة من الأفلام السينمائية أهمها ضحك ولعب قد وحب مع الممثل العالمي عمر الشريف أما عن الأغنية للفنان عمر دياب تملي معاك أحددت ضجة كبيرة حول العالم وترجمت إلى سبع لغات من ضمنها النسخة الإنجليزية باع أكثر من خمسين مليون نسخة حول العالم من ألبوماتها الثمانية والعشرين إلى الآن أطلق عليه جمهور ومحبه الهضبة ويعتبر أحد أنجح المطربين العرب الذي استطاع من خلال مسيرته كسب قلوب الملايين حصد عدة مرات على جوائز الموسيقى العالمية كعلى المبيعات في الشرق الأوسط في عام 1998 و2002 و2007 و2014 حصل تلت جوائز من المهرج العربي السنوي وجاء التتويج العالمي في حفل الميوزيك وورد في موناكو 1998 نال جائزة ميوزيك وورد سبع مرات أغنيات أصلها بتفرئ حصلت على أفضل أغنية أجنبية في إسبانيا هنا سنكون وصلت لنهاية الفيديو وكانت معكم قناة نسر ناشو تيفي إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تخليوا لي لايك وسبسكرايب في القناة بشي وصلكم دائما الجديد ومع السلامة في فيديو مقبل إن شاء الله